ذكرت تقارير إخبارية أن قوات النظام السوري تمكنت بدعم من الطيران الروسي من إعادة فرض سيطرتها على مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي وذكرها التلفزيون السوري أن القوات الحكومية كسرت الحصارة المفروضة على المطار منذ أكثر من عامين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على أجزاء واسعة من مدينة حلب وأكد المرصد السوري لحوق الإنسان أن قوات النظام رفعت الحصارة عن القيادة العسكرية التي اتقعوا على بعد 30 كم شرق مدينة حلب